نبدأ جولتنا في رصيف الصحافة اليوم الخميس من أخبار اليوم التي قالت إن العائل الصعودي سلمان بن عبد العزيز يرتقب أن يحل بطنجية يوم الثلاثة من عشر يوليوز الجار حيث سيقضي عطلته الصيفية للعام الثالث على التوالي رغم ما قيل عن حالة الفطور في العلاقات بين البلدين بسبب حياة المغرب إزاء أزمة الخليج التي اندلعت بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وبين قطر من جهة أخرى وكشفت مصادر الجريدة أن السلطات المحلية في تنجي اطلقت إشعارا بمباشرة التحضيرات الأمنية واللوجيستية اللازمة تمهيدا لاستقبال الملك سلمان رفقة وفد كبير من الأمراء وأفراد العائلة الحاكمة في السعودية بمطار ابن بطوطة بطنجي وتأمين عطلتهم السياحيات طيلة أيام إقامتهم في منتجع بمنطقة أشقار المطلة على المحيط الأطلسي الورقية اليومية أوردت في خبر آخر أن والي جهة الرباط اسل القنط إطرة محمد أمهدية فتح صفحة جديدة مع عمدة مدينة الرباط محمد صديقي المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية خلافا لما كانت تتسم به علاقة هذا الأخير مع الوالي الصابق عبد الوافي لفتيت وأكد صديقي في اتصال مع الجريدة أن الوالي الجديد مد له يد المصالحة والعون إذ تم عقد مجموعة من الاجتماعات لتتبع المشاريع التي تشرف عليها عمودية الرباط مضيفا أن العلاقة مع أمهدية لا تجاوبها أي مشاكل وإلى جريدة الصباح التي أوردت أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات فجروا قنبل من العيار الثقيل حين كشفوا خلال افتحاص دوري للمشاكل الجماعية بالدار البيضاء عن وجود ثلاث فيلات فسياحة يحتلها على نحو غير مشروع موظف ومتقاعد ومسؤول سابق ومرتبطة مجانا بشبكات الكهرباء والماء والتطهير وأضافت الجريدة أن عبد العزيز عماري عمدت المدينة ارتبك في الرد على أسئلة القضاء وطلب مهلال البحث في الموضوع لمعرفة موقع هذه الفيلات ووضعيتها القانونية والأشخاص المستفدين منها مورد أن مصالح الجماعة سارعت إلى ساحب الربط بشبكة الكهرماء والتطهير السائل عن المساكن الوظيفية إلى حين تسوية وضعيتها القانونية وفي خبر آخر قالت الجريدة أن المحكمة العسكرية بالربط أصدرت حكما بالمؤبد في حق عسكريين حردا جنودا ومدنيين على الأل تحاقي بالعدو خارج أرض الوطني بعدما أوقف فيهما الدرك الحربي قبل أربعة أشهر ووجهت النيابة العامة للجنودين تهمت التحريد على الأل تحاقي بالجماعات ثائرة وأمرت بإداعهم السجن المحلي بسلا استيناد إلى المادة مئتان وخمسة من قانون العدل العسكري بعدما اعتبرت أن العناصر التكوينيات للتهيمة ثابتة من خلال المحجوزات وجرد الرسائل النصية وذردشة مواقع التواصل الأجتمعي وتمجيد جبهة البوليوساريوان شرايتها المنبر ذاته أورد أن قضية وفاة مواطن فيما صح خاصة ببني ملال قبل أصابيع قد أخذت منحة خطيرا بعد أن خرجت أسرته بمزاعم تفيد بأن جثته قد تكون تعرضت للأذى وأن أحد كليته يحتمل أن تكون سرقت أثناء إخضاعه لعملية جراحية على المسالكة البولية وننتقل إلى جريدة المساء التي كتبت في صفحتها الأولى أن عشرات الركاب بالحافلتين رقم خمسة وخمسون وتمانية وعشرون بمنطقة الهراويين بالدار البيضاء أصيبوا بجروح وأغملي على العشرات منهم وأغلبهم نساء وقد تمت مهاجمة الحافلتين بالقرب من مدرسة فيران الحلوي من طرف أشخاص مدججين بالسيوف والسكاكين بالإضافة إلى قنابل الكريموجين التي تمت الاستعانة بها لإرباك الضحايا الذين منهم من أغمي عليه ومنهم من أصيب جروح بعدما حاول بعضهم من العصابة من سرقات حقائبهم وخاص الهواتف المحمولة اليومية الوراقية كتبت أيضا أن حرب الأختصاصات بين أعضاء حكومة سعد الدين العثمان دخلت منعطفا مثيرا بعدما وصلت المفاوضات بين عدد من الوزراء وبعض كتاب وكاتبات الدولة إلى النفق المسدود أمام تشبث عدد من الوجوه بالهيمنة على صلاحيات الحقائب التي آلت إليهم وذكرت مصادر الجريدة أن الملفات العالقات تمت إحالتها على رئيس الحكومة للحسم فيها بعدما عمد بعض الوزراء إلى سحب عدد كبير من الأختصاصات التي كان يفترض أن تؤولوا إلى كتاب الدولة وهو ما جعل عددا منهم يتحول إلى مستشارين لدى الوزراء دون التوفر على أي صلاحيات تقريرية الأحداث المغربية كتبت أن أندي البطولة الأحترافيات لكرة القدم توصلت بإنذار من المديرية العامة للضرائب تطالبها من خلاله بدفع المتأخرات الضريبية التي تعود إلى سنوات عدد خلت قبل نهاية السنة الجارية وإلا فإنها ستتعرض للحجز على حساباتها البنكية من طرف المديرية العامة ونختم جولتنا اليومية في رصيف الصحافة من الأخبار التي أخبرت بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بيتامارة ينكب على إجراء تحقيقاته في ملف مثير يتعلق باتهم منعش عقار ببيع أزيد من ألف وسبعمائة هكتار من أراضي سلالية تقع بمنطقة أنجيل بإقليم بولمان بحوالي ستمائة وخمسة وثلاثون مليون سنتيم لصاحب شركة يقع مقرها في الهرهورة بيتامارة وفي قصصة أخرى قالت اليومية ذاتها أن عزيز أخ النوج وزير الفلاحة والصيد البحر والتنمية القروية والمياه والغابات أنقذ ما وجه مصطفى الدريس عامل إقليم سيد بن بنور ومعه السيسي حسني رئيس المجلس الجمعي بعدما عمل على حال مشكل إسكان حي القرية الصفيح الذي كان سكانه قد دخلوا في اعتصام مفتوح أمام عمالة الإقليم